ايوا طب انت ايه رأي فضلتك في الكلام اللي بينحي السيدة عائشة من وقت الاسراء والمعارش خالص بيقول ان السيدة عائشة قالت فراشي والنبي ما كان له فراش مع السيدة عائشة في هذا ما انا بقول لحالتك ما هي برضو كلام عائشة رضوان الله عليها منصب على ما كان يقال من مسألة الفراش ما هنتعنك احديث فيها الفراش ايه المشكلة ما هي تكلمت بواقع حال شوف انا اسألك سؤال هتستغربه شوية لكن لو جاوبت بلك بالنفسك كده هتفهم انا عايز اقول ايه لماذا لم يفسر رسول الله القرآن الاجابة دي تخلص لك لانه لو فسر كان هيحصل ايه محدش يقدر يميت دقيق ولا لسانه ولا قلمه ولا حد يقرب ولذلك ما كان يعني عائشة كانت لازم تتكلم وابن عباس وابو هريرة كانوا لازم يتكلموا لكن احنا المفروض ناخد من مين هو ده الكلام هو احنا اللي عملنا الاشكالية يا سادة عائشة تتكلم في الادراك احنا بنتكلم في الرؤية الآية اللي انا قلتها تحسم القضية الرؤية تغير الادراك فلما تراء الجمعان يعني الجمعين شفوا بعض لكن لما قالوا انا لمدركون قالوا ايه ها قال كلا انما يا ربي سيدنا ايه ركز بقا الحكاية دي حصلت مرتين حصلت مرتين موسى قال لهم كلا بملء فيه لم ندرك ليه يا موسى قال انما يا ربي وابو بكر لما قالوا لو نظر احدهم وانا بحبش اقولي الحديث يعني عشان الى او تحت دي المهم ليه ليه عشان الى او تحت الرسول ما بقاش تحت يعني ما هي الى مثلا لكن هذه لغة الحديث يعني يعني الحديث صحيح لو نظر تحت قدميه لرآنا والكلام له واقع لغوي يعني تحت هنا لها واقع بسانا بحبش اقولها بتعبير القرآن خلف تعبير الحديث ازاي بكروه معا الحديث قال له ايه قال ما ظنك باثنين الله ثالثة هما لا تحزن ان الله معنا لا مفيش دي دا القرآن دا القرآن اللي قال كده ولا دي مش في الحديث لا مش في الحديث قال له ما ظنك باثنين الله ثالثة هما دا الحديث والحديث صحيح لكن القرآن اعلى قال لا تحزن إن الله معنى تفكرني بموسى كلا إن معي ربي أستاذنا الشيخ الشعراوي علمنا حاجة قال لك من مع من لا يرى لا يرى أنت فاهم أنا بوقعها بقى لأن استفدت من الدرس لما قال لهم كلا إن معي ربي الله لا يدرك وإحنا كمان لا ندرك لأن إحنا في معية من لا يدرك فدخلنا في الحصن إبرافو عليك هو ده الحصن اللي المنطق العقائدي يقول هكذا يجب أن يكون الله بدليل بنوا إسرائيل فيه والكلام ده كده دكتور محمد بعقول ولا هم مسكتوا خلاص كل ده شغلهم يا محمد كل الحكايات الهابلة اللي أنت بتسمعها ومش عايز أقول على المنابر في خطيب جمعة الجمعة اللي فاتت في اسكندرية لازم يتحبس لو فيه في البلد دي وزارة أوقاف لازم يتحبس شوية إن شاء الله يتحبس لعني يتسجن أنا أصدت يا دكتور محمد طب ليه كل ده الإسرائيليات ما هقول ده شغل اليهود ما أنا قلت لك زمان لما تأكدوا إن هم مش هيحرفوا القرآن لعبوا للإسرائيليات وإنت خدت الإسرائيليات بتقولها على المنابر طيب دكتور محمد في مسألة ما زلنا في الرؤية أنا بس النقطة دي عايزة فاهمها لك تتفضل ما فيش كلمة في القرآن عابرة كلا إن لو أنت لما تسمع لغة أصحاب موسى تلاقي خضة لما تسمع كلام موسى تلاقي إيه طمأنينة طمأنينة وثبات أول ما شفوهم فلما تراء الجمعان مجرد مظهر بس لا أخذ بلات برضو كلمة الكلمة اللغوية في القرآن قوية جدا ما هو كان الآية تمشي إن أنا لما شفتهم قلت لا ما قالش كده القرآن قال فلما تراء الجمعان يعني إذن للإدراك محل في الرؤية تمام تمام يعني أنا لما شفت الحج جمال طمه لو مش شايفنا بقى أنا متطمن لكن أنا شفت إنه شافني أيوة أيوة خد بالك فلما تراء الجمعان الإدراك له منطقة له منطقة خطيرة إنه شافني إنه شافني أيوة يبقى الرؤية بداية الإدراك الله حلوة فلما تراء الجمعان مش لما راء الجمع أيوة هم كده هيدركون لو الحج جمال سرحان أو قدامه حاجز أنا شفته وهو ما شافنيش حب أنا متطمن مش هيجبني خلاص لسه الإدراك موصل هو ما شافنيش بداية الإدراك مش هيسعله مش هيسعل الإدراك هو مش شايفني أيوة لكن الآن بتقول إيه فلما تراء الجمعان فنا شفت إنه هم ما شافونا هيدرك يبقى هيدرك إننا لمدركون فقال أصحاب موسى إننا لمدركون موسى قال إيه كلمة هم قالوا إننا لمدركون من إيه من طراء ما شافوا إنه هم ما شافوهم أيوة نعم فقال ماذا قال موسى قال كلا كلا سيبك من ماشي كلا كلا مش هندرك ليه إن معي يا رب الذي لا يدرك أيوة ونحن بالتبعية مع أبو بكر قال يرون محمد قال إن الله معنا في المعية في المعية طيب هنا المعية في الإدراك سأركز بقى في ديه معاك وهنا المعية في الرؤية الله لأن الرؤية بداية الإدراك الله بس والآية والآية اللي حلتها بشنا أيوة يعني لماذا لماذا يطمئن محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإن الله معنا لإنه قال هم إيه لو نظر أحد لإنه هنا هنا خد بالك في الآية موسى طراءه خلاص هنا لسه ما طراءوش هو متأكد إنه هم مش شايفينهم أيوة أيوة فقاله إن الله معنا بكلمه في الرؤية أيوة دول مش حيشوفونا أيوة إنما موسى بيتكلم في الإدراك لأنهم مخلاص هم شفوه أيوة يعني محمد بيكلم الصديق هم مش حيشوفونا جميلة جميلة أنت فهمني مش حيدركوه مش إدراك أيوة ما وفهمت من كده خال أيوة فما تقول ليش فيه إشكالية ما فيش إشكالية إيه إحنا اللي عاملين الإشكالية بعدم فهمينا للقرآن وبإطلاق الإسرائيليات في الموضوع تمام القضية أبسط مما تتخيل من خلال القرآن والسنة الصحيح أنا بقول لك الرسول حاسمها إنك هو أفتح قضية إنت اللي عامل قضية إزاي رأيته نورا وفي حديث آخر نورا نورا أو أن أرا خلاص يعني أصلي أن هنا برضو فيها لغة عالية ساعة ما أشوف أنا بمعنى كيفة هنا لا طب مال إيه فهمها لي بعد إذنك متى متى ترى ترى نورا